إن الولايات المتحدة تسهل هذه الإبادة الجماعية فهي تجعل هذه الإبادة أمرا ممكنا أولا هي توفر الأسلحة لإسرائيل ثانيا قام مستشارون ضيء مناصب عليا في الجيش الأمريكي بوضع خطط الإبادة الجماعية هذه بالتعامل مع إسرائيل وثالثا قامت إدارة بايدن بحماية إسرائيل من الإدانة الدولية وبالتالي إذا ما جمعنا هذه العوامل يبدو لي واضحا أنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية إذا ما أرادت إدانة مرتكبي هذه الإبادة الجماعية سوف تشمل هذه الإدانة ليس فقط المسؤولين الإسرائيليين سيشمل ذلك إذن إدارة الرئيس بايدن